اشتركوا في القناة بالعكس كل ما نقرب من ربنا حبيبي كل ما ننكسر بين يدي الله كل ما نزداد طاعة كل ما نزداد تواضع وكل ما نزداد علم كل ما نزداد يعني تواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى القصة النهاردة قصة المذنب والمشتهد النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة الجميلة ديت وكان بيحكي عن ان كان فيه اتنين من بني اسرائيل واحد من الاتنين كانوا صحاب يعني اصدقاء واحد فيهم كان مشتهد جدا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى والتاني كان انسان طيب لكن كان بيقع في الزنوب كتيرا فكان الانسان المشتهد ده حبيبي كان مشكلته ايه ان كان عنده عجب او بنفسه وكان عنده غرور او بالطاعة وكان دايما يحسس الانسان المذنب اللي هو زميله ده كان دايما يحسسه بالنقص وانه هو مش طالما هو مذنب يبقى اكيد ربنا مش هيرحمه ومش هيغفر له ومش هيدخله الجنة وكان دعوته قاسية جدا والاصل فينا حبيبي ان احنا لما لا انسان مذنب نعمل حكتين رقم واحد انا لما شوف انسان مذنب قدامي انا ما بكرهوش انا بكره الزنب اللي هو بيرتكبه فان تركه فهو اخي وده اللي قاله تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا ابو الضرداء في يوم الايام كان معدي فلقى مجموعة من الشباب بيضربوا واحد فبيلهم بتضربوا ليه قالوا له وجدناه يضنب ويعصي الله سبحانه وتعالى فقال ألا ترحمون قالوا سبحان الله ألا تبغضوا وانت ما بتكرهوش قال لهم لا انا ما بكرهوش انا بكره المعصية اللي هو بيعملها فان تركها فهو اخي ثم قال لهم ألا تحمدون الله انعافاكم مما ابتلاه به شوف الكلام هو في النهاية اخوك المسلم ازنب زند نحنا ندعوه بالليين وبالرحمة مش نقص عليه ولذلك في يوم الأيام كان فيه واحد من التابعين اسمه قويس القرنين قويس القرنين ماشي يا حبايبي وسط تلاميذه فهو ماشي لقى مجموعة من الشباب قاعدين بيعصروا ببنى سبحانه وتعالى مش شابه خمر بيعملوا حاجة المهم فتلاميذه قالوا له يا إمام ادعوا الله عليهم ادعوا ايه عليهم فيه ناس بتستسهل انه لما شوف حد بيعمل زند يلا ادع عليه لا ما نديش عن الناس مدام الدعوة كده كده طلع من الفم يبقى انا ادعي لهم وما دعيش عليهم تمام كده شفت مثلا واحدة راقصة مثلا مثلا بترقص مثلا في اماكن وبتفتن الناس فبدلا ما اقول يا رب اهلكها لا تابعوا ليه ليه الدعوة الوحشة دي اقول يا رب اهديها يا رب يا رب دواء طعم وحلوة الإيمان يا رب توب عليها يا رب اللهم اصطرها يا رب يا رب اجعلها يا رب توب واضغطي نفسها انا ادعي لها فرفع ايدي وقال اللهم افرحهم في الدنيا والآخرة قالوا لي ايه ده ايه يا امام احنا بنقول لها كده عليهم دروح تدعي لهم قال لهم انا دعت لهم ان ربنا يفرحهم في الدنيا وفي الآخرة وصدقوني عمر ربنا ما هيفرحهم في الدنيا والآخرة الا اذا تاب عليهم فانا دعت لهم بدل ما دع عليهم شوف المعنى الجميل نرجع للكصة بتاعتنا فالراجل المشتهد كان يمر على المذنب اللهم اصدقاء اللي من بني اسرائيل كان المشتهد يمر على المذنب فلاقيه واقع على زنب فاقول له اقصر اقصر بلغتنا في مصر يعني خف بقى طب خف بقى ده اسلوب دعوة ده ملوش علاقة بالدعوة لا من قريب ولا من بعيد لان انا لمعوز ادعو حد افترض اني لقيت واحد مثلا قاعد اعزك وانا بيشرب دخان بيشرب شيشة بيعمل اي حاجة فانا لمعوز ادعوه ما تخف بقى من اللي انت بتعمله ايه اللي انت بتشربه ده ده مش اسوب دعوة انما انا اخش وطبطب عليه ولو كان معايا زجاجة تيطر اعطره وطبطب عليه واخده في حضني واقبله واقول له يا اخي العزيز ربنا يبدا فيك يا رب انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجمع لي بيك في الجنة لكن اللي انت بتعمله ده في معصية ربنا سبحانه وتعالى انا ما بقولكش ان المعصية دي ممكن تكون بالضرورة انها تدخلك النار ما انت ممكن تتوب بس انا قصدي ان انت تتعجل التوبة لعله وعسن ما حدش ضامن الحياة يمكن تلقى الله على معصية اخش عليك وخايف عليك ويمكن تلقى الله على طاعة لما تتوب الى الله سبحانه وتعالى فانا ارجو الله ان ربنا يجمعني بيك في الجنة اللي اسلوب يبقى كده ما يبقاش خبط ورقة ما يبقاش بالزعيق ما يبقاش بالكلام الوحج فده كان يعده قدام وقول له اقصر فالتاني يقول له خليني يا ربي يعني انت مالك بيا ما تسيبني يا اخي ربنا هو اللي يحسبني في يوم الايام طبعا اللي روى الحديث ده عن النبي عسام كان سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضان هو اللي سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم الرجل ده بقى اللي هو المشتهد ده في يوم الايام حبيبي ما عدي من قدام صديقه اللي هو المزنب فلقى بيرتكب زنب فقال له والله والله لن يغفر الله لك والله لن يدخلك الله الجنة يا خبا رب يد ده كلام ده صعب قوي يا حبيبي اوى حد فيك في يوم الايام يقول لانسان والله منت داخل الجنة او يقول لحد والله ده انت داخل الجنة ما ينفعش نقول لحد ان انت داخل الجنة ولا نقول لحد انت داخل النار لان الجنة والنار بيدين ربنا سبحانه وتعالى محدش يتحكم فيها الا ربنا وانا منش اله مع ربنا عشان أحكم على الناس فلان في الجنة وفلان في النار دي مش بتاعتي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لأن اللي يعلم خواتيم العباد هو الله ربنا اللي يعلم فلان ده هيتختم له بخاتمة أهل السعادة فيخش الجنة وفلان الفلاني هيتختم له بخاتمة أهل الشقاء ربنا يعافيكم وهيخش النار يبقى أنا عبد ما نساش إن أنا عبد وقوعة في يوم الآمن إنسان يعيش في دور إنه رب ما ينفعش حرام فالمم قال له والله ربنا ما هيخفرلك ولا هيدخلك الجنة فسيدنا أبو هريني لبيعلق على الكلمة لما سمعها من النبع السلام قال والله الرجل الكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته يعني ضيع نفسه دنيا وآخره ليه لإنه وضع نفسه مكان الله إنه هو بيقوله والله ما هتخش الجنة ولا ربنا يخفرلك المم حبيبي الراجل ده والراجل ده المزنب والمشتهد اللي اتنين ماتوا بعد كده خدوا بالكم الاتنين ماتوا بعد كده فالنبي بيحكي نص القصة حصلت في بني اسرائيل والنص التاني بيحكي لنا النبي بقيت القصة هتحصل بقيتها يوم القيامة بس هو بيحكيه لنا مسبقا بيقول فلما مات اجتمع بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يعني بيحكي نص القصة حصلت والنص التاني بيقول لنا هيحصل ايه طب من اللي اخبر النبع السلام الله النبع السلام ان هو الا وحي يوحى علمه شديد قومة لا يمكن وما ينتقه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالمهم فالنبي بيحكي بقى عنه السلام ان الاتنين دولت لما ماتوا يوم القيامة هيجتمعوا ويقفوا بين يدي الله فربنا هيخاطب المجتهد اللي كان معجب بنفسه وعنده غرور الطاعة هو مطيع لكنه مغرور بطاعته فهم ازاي فقال له اكنت بيه عالما ام كنت على ما في يدي قادرا هو انت كنت عارف انا هدخلوا الجنة ولا هحرموا من الجنة ولا انت كتل الجنة والنار بأيديك فانت اللي بتحكم في عبادي بدل مني اكنت بيه عالما ام كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به الى النار اذهبوا بمين بالمجتهد اي نعم انه كان عنده غرور الطاعة ولانه جعل نفسه اله من دون الله وهو اللي بيقول فلان في الجنة وفلان في النار قال اذهبوا به الى النار ثم المولى عز وجل كان يعلم من هذا الانسان العاصي انه هو لم يستحل معصية ربنا وانه هو ما كان يقصد انه هو يستمر على المعصية لكنه كان نفسه بتغلبه على المعصية لكن كان من جواخر كبير جدا فقال المولى عز وجل واما هذا فاذهبوا به الى الجنة وضح النبع السلام الحديث ده في رواية عند مسلم انه قال انه قال رجل والله لا يغفر الله لفلان شفاديه فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان يتألى عن يحلف مين دوة اللي بيحلف علي ان انا مش هاخفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك يا خابة رب يا حبيبي شفتوا دي الموضوع خطير اوى حد فيكم مسلا يقول لي صاحبه ايه خد بالك والله ما انت داخل الجنة او فلان ده داخل النار ركب صاروخ سكود ويخدها بهزار اوى هتقوله الكلام ده حبيبي اوى هتقوله فلان ربنا مش هيخفر لك او تقوله فلان ربنا هيخفر لك او تقوله فلان هتخش الجنة او تقوله فلان هتخش النار أو ما نقوله ايه بقى مول حاجة واحدة لما لا انسان طائع نقول ايه نرجو الله ان يكون من اهل الجنة او ان شاء الله اظننا انه من اهل الجنة ولم نزكيه على الله تمام طب لو واحد بقى بيعصى ربنا ما نقولش نرجو لانه يكون من اهل النار احنا ما نرجوش ربنا ان لحد خش النار انما نقول ايه نقول نرجو الله له الهداية يا ربه دي قابل ما يموت ليه لان احنا نتمنى الخير لكل حبيبي نتمنى ان الدنيا كلها تخش جنة الرحمن سبحانه وتعالى احنا مش نخسر حاجة لما الناس كلها تخش الجنة ولذلك نحن ندعو للمؤمن وللكافر بالهداية ونقول يا رب اهدي كل الكفار واهدي كل المؤمنين لما فيه الخير في أمور دنياهم وآخرتهم وهكذا قلب المؤمن يا حبابي يسعى كل خير يسعى الخير لكل الناس ويتمنى الخير لكل الناس ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يدخل كل الناس جنة الرحمن سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله مع خصة جديدة وجميلة ان شاء الله وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته